ترجمة نانسي قنقر سنعرف مدارس من نوع الباك ستصل لك الخدمة زوجانة مثلا هذا شيء أختي سدبون لكن لك بالمدراسة التي توصل إنسان الذي توصل رأسه أختي مجدا اختي ويتخرجت من المدراسة لدي بعضي ثم أجل يعني أنا في سوق الشغل كانت تخلص إذا قمت في طرف يعني أنا أضرو على ديبلون إذا قمت في طرف سوف أعطوني 60 ألف ريال من بعد عندما عملت معهم 1-3 سنة أو 3 سنة سوف أعطوني 60 ألف ريال هذا هو الدبلوم ولكن بالطبع لا يوجد الدبلوم الذي يصل الدبلوم الغير أحد الأورقة تأتي لك أنت أرسك الذي يصل أمتي يا أختي باك 2 في أكبر الجامعة في أكبر الجامعة باك 2 أحقق واحد النجاح مادي في المدرس باك 2 كي فورمي إنستيوت فلذا باك 2 أو المدرسة لأنه لو اعتمدنا على ما درسناه في المدرسة لجعلتنا نخدم مصالح الشركات الفرنسية في المغرب هذا هو الإشكال نحن لا نكون كفاءات نحن نكون عمال هذا هو المشكل عمال نرى نحن مالي للفلوس لأن البزنس ملتناسيونال مالذي الآن نرى هذين ما تريدoi هذا هو المشكل ما تريدنا يجب أكون هذا يحصلوا لأنهم تدخلوا لنا ونعطاهم لهم كريديات لن يجعلوا التدخل لن يجعلوا عن الخدمة لنجعلوا نحن النات لن أجعلوا لن نفوضة لن نفوضة ليس مثل المدرسة حاليا لا تنتج الكفاءات لا يوجد شيء تبدأ من أن تنتيج الكفاءات تنتيج العمال وتكون عاملة تعمل تحت شيء تنتيج كفاءة لا يوجد الكفاءات التي تكونوا تستطيع الوطفة و لا تكونوا رأسهم برأسهم لا تبدو على ذلك الشيء الذي تعمل برأسه يكونوا رأسه برأسه فإن أنت تنتظر المدرسة و تنتظر المدرسة أن تكونك أو إنها مدرسة تريدي عندها سمعة و وارة سوف تخدمك و تدرك أقول لك أنها صديقي و صدقني خصوصا بعض المدارس الخصوصية لا أعلم إذا كانت جميع المدارس الخصوصية تمتعين هذه الطريقة في الماركوتين لكن بعض المدارس الخصوصية يقول لك نحن نخرج نحن نخدم خمسة الناس نحنELI الإزافة الناس خالص Law نحن ناخدك وجود مغيرًا نفسي تتتفاج إلى العديد توتع بشي باش نخدم مزيان باش ندير مزيان